بذكر نقطة أهمة جدا وهي قضية ملء السد وأنا أعتقد هذه هي القضية الأكثر أهمية وليست قضية حجم البناء أو سرعة البناء وهذه تم الاتفاق على أن الشركة في دراساتها الفنية ستحدد السنوات التي يمكن بها ملء السد دون تأثير كبير على دولتي المجرى والمصب وبالتالي هذا أعتقد بأنه نحمله أيضا في تفاوضنا يعني على اعتبار أن ملء السد هو اللي هيؤدي إلى انخفاض منسوب المياه وانخفاض الحصص يعني فهنا وسيلتزم الجميع بالدراسة اللي هتقولها هذه الشركة لكل من الدول الثلاث دراستها الخاصة ولكن اتفق للدول الثلاث أن تنظر في الدراسة التي تجريها الشركات العالمية والاتفاق على أفضل سنوات للملء أقول لك ملء السد في عام واحد يختلف بملءه في عشر سنوات وبالتالي بهذا الفهم هو أننا سنعمل على اتفاق على سنوات ملء بحيث لا تؤثر على الدولة المجرى والمصب لا تؤثر على السودان ومصر لأن السودان سيتأثر شكرا للمشاهدة